على سبيل المثال واحدة من أساليب الممري أن أنت بدل ما تعمل تلخيص لكل ما حدث سابقا أنك فقط تستخرج أثامي العناصر اللي وردت فيه المحادثة السابقة أثامي العناصر دي إيه؟ أثامي الأشخاص أثامي الأماكن أثامي التواريخ والمواعيد ربما المعلومات دي تدي اللي تشارج بتيه كون تكست أو سياق ممكن يجاو فيه على السؤال الحالي بشكل كويس عشان تستخدم التول دي مثلا دي الانتيتي ممري ممكن تروح تقول ولكن مع الانتيتي ممري أنت هتستخدم تيمبلت خاص برومبت خاص يعني عشان تستخدمه أثناء الكونفرزيشن بتاعتك فتقول وببساطة جدا لما تيجي تعرف الكونفرزيشن بتاعتك هتستخدم الكونفرزيشن عادي جدا وتعرف اللارج لانجوج موضل في الممري هتقول له أنا هستخدم مين الكونفرزيشن انتيتي ممري الكونفرزيشن انتيتي ممري شبه شبه السامري هو نفسه بيعمل تسك الواحده فمحتاج اللارج لانجوج موضل بتاعه فأنا عرفته له بهذا الشكل ومحتاج حاجة إضافية كمان البرومبت الخاص بتكوين الانتيتي لازم تكون مستخدمه وهنشوف شكله ازاي دلوقتي وانصر انت عرفت الكلام ده تعال هنا ان احنا ننادي على رسالة من الرسالة بتوعنا الرسال دي وتعالها باستخدام الجت جت اوبن اي اي كولباك عشان نشوف التكلفة اللي احنا هنتحملها انا هنا حضع الكونفرزيشن دوتو بريدكت على المسج الاولى وبعد نحضع سيبريتور زي ما متعودين وحضع السي بي اللي فيها بقى ايه ملخص التكلفة بتاعت القصة دي كلها وخلينا نرن هتلاحظ انه التمبلت بتاع الانتيتي مكلف جدا يعني انا عشان ابعت الرسالة دي تكلف معي 1018 توكن ليه؟ لانه البرومبت اللي هو حطه مليان تفاصيل بيحاول يشرح لتشات جبديه ازاي يستخرج اسامي الانتيتيز ازاي يستخرج الاماكن ازاي يرسها في حال عيقة جيسون بهذا الشكل وما الى ذلك طبعا ده الامر ده مكلف ولذلك انت ممكن ممكن تعمل ايه؟ انت ممكن تحاول تفهم وبيحاول يكتب هنا ايه؟ وانت تعمل ديزاين تشيل بس حاجات هنا تفاصيل ممكن تحس ان هي زيادة عن اللازم لان اللانج تشين هو معتمد ان يكتب حاجة تنفع لكل الاغراض لكن ممكن ان يكون الغرض بتاعك مش محتاج كل هذه التفاصيل فانت تدزاين انت يعني تستفيد من الدرس هنا وترجع تعدل عليش هتدزاين برومبت اقل شوية ويفيدك ايه؟ ويفيدك في فكرة الماموري ترجمة نانسي قنقر